اشتركوا في القناة تدخل عسكريا في النيجر رفض شعبي متصاعد علماء دين من نيجيريا يشددون على ضرورة حل الازمة سلميا وبرلمان اكواس يخفق في تحقيق التوافق بشأن العملية العسكرية المحتملة ضد نيامية وسط تفاقم الازمة الانسانية وانهيار وشيك للنظام الصحي الاقتتال بين جيش سوداني والدعم السريع يحتدم في ثلاث مناطق ورفع اسعار الوقود يضاعف المتاعب الاقتصادية للسودانيين الظواهر المناخية المتطرفة تخلف الدمار عبر العالم وارتفاع حاصلة ضحايا حريق هواي الامريكية الى ثلاثة وتسعين قتيلا انزلقات ارضية تود بحياة واحد وعشرين شخصا في الصين وموجة حرن استثنائية في فلسطين الاردن والعراق اوكرانيا تكثف هجمات المسيرات روسيا تسقط اربعا منها في بلغورود خلال اربعين وعشرين ساعة وكييف تعلن مقتل ستة اشخاص في قصف روسي على جنوب البلاد وتؤكد استعادة جزيرة الافعة بعد مأساة بحر المانش اوروبا تعلن الحرب ضد شبكات للتجارب البشر فرنسا تتعهد بملاحقة مهربية المهاجرين واسبانيا تعلن تفكيك شبكة لتهرب السوريين عبر ثلاث قارات اهلا بكم الى التفاصيل في المستهل دعا الناتق باسم البعثة الدينية النيجيرية الى النيجر امينو شيخ داهيروبوسي رئيس نيجيريا احمد بولا تينوبو الى التريث بشأن اتخاذ قرار ضد المجلس العسكري في نيامي بالتزامن مع توسع دائرة الرفض الشعبي لاستخدام القوة في النيجر وفشل برلمان مجموعة الاقتصادية لغرب افريقيا في تحقيق التوافق حول قرار موحد بشأن تدخل العسكرية وافدة ومغادرة هي بعثات الوساطة على محور ابو جنيامي حركية كصارة الحصار المفروض على اجواء النيجر وتلاشت معها الى حين تهديدات التدخل العسكري التي اطلقتها مجموعة اكواس من عاصمة نيجيريا غدت الانقلاب على الرئيس محمد بازوم كنا في نيجيريا والتقينا الرئيس احمد بولاتينوبو وتحدثنا معه حول ما وقع في النيجر تناقشنا معه ولا يمكن القيام باي شيء سيء يجب التريث قليلا وهذا هو هدف مجيئنا الى هنا الوزير الاول استقبلنا جيدا الحمد لله والرئيس ايضا اصغى الينا جيدا وبالحوار ان شاء الله سيكون كل شيء على ما يرام نيجيريا والنيجر عائلة واحدة كل ما بيننا هو السلام السلام ذاك ادنى ما يتطلع اليه الشعب في النيجر كما في نيجيريا المرتبطتين في الدين والعرق والثقافة والصلة وتلك روابط تجعل اي استخدام للقوة خطوة تحفها مخاطر الانزلات نحو دوامة عنف قد تعصف بمصير المنطقة وشعوبها امر واقع يفرضه الشارع على قادة مجموعة دول غرب افريقيا جعلهم اقلا دفاعا نحو التدخل المسلح مما بدأوا عليه في اول اجتماعاتهم الطارئة ردا على الانقلاب في النيجر تراجعت التهديدات بتوالي الاجتماعات واتسعت قنوات الحوار بين الطرفين وان ظل الخلاف داخل التكتل الاقليمي قائما بين مؤيد ورافض للحل العسكري حيث انتقل غياب التوافق من قادة دول المجموعة الى اعضاء برلمانها الذي قرر هو ايضا افاد لجنة وساطة الانيامي مشهد بالكادبات تسمع فيه اصوات الملوحين بالسلاح امام تواري قادة الجيوش والدول خلف عباءة رجال الدين فلربما افضت السلطة الروحية لخارطة طريق استعصد على السلطتين السياسية والعسكرية هذا ودع علي الامين الزين رئيس الحكومة المعين من طرف المجلس العسكري في النيجر الى رفعية العقوبات التي فرضتها مجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا اكواس على بلده وفي تصريحات ادلا بها عقب استقباله وفدا نيجريا مكونا من رجال الدين اتوا في مهمة وساطة الى العاصمة الانيامي وصف الامين الزين عقوبات مجموعة اكواس بغير الانسانية وغير العادلة وغير المقبولة كان اللقاء مهما بهدف التقريب بين البلدين النيجر ونيجيريا لقد بلغوا رسالة الرئيس تينوبو لرئيس الدولة شخصيا بينما كلفهم الرئيس تياني بشرح كل ما نطمح لرؤيته يتحقق خلال الايام القادمة يعني هذا رفع العقوبات غير الانسانية الانفرادية وغير المقبولة لانها تتعارض في الاصل مع مبادئ مجموعة اكواس لكننا نبقى منفتحين لان تقود هذه الوساطة الى التوصل لالغاء كل الاجراءات والعودة الى العلاقات الطبيعية هذا وطالب المجلس العسكري في النيجر من سلطات دولة غينيا تعزيز الدعم لمواجهة ما سمها التحديات المقبلة واستقبل رئيس الغينيا الجنرال مامادي دومبويا في كوناكري وفد النيجر برئاسة الجنرال موسى سالاو بارمو ودعا دومبويا بالمناسبة المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا الى اعادة النظر في موقفها من الوضع القائم في نيامي وتخلي عن خيار تدخل العسكري في البلاد انها مظهرة اظهار امتنان للمجلس الوطني لحماية الوطن وكل شعب النيجر على التضامن والدعم الثابت خلال هذه الاوقات الصعبة التي تمر بها البلاد نتقاس مقلقنا مع الشعب في اعقاب بعض الانحرافات على صعيد الامن وانحرافات بسبب مشاكلات تمحور حول الفساد المستشري لذلك كان من المهم من اجل حماية امتنا ان نتمكن من تحمل مسؤولياتنا بهدف حماية وطننا فيما يتعلق بجمهورية غينيا نحن من عموم افريقيا عندما يعاني شعبنا من المشاكل فاننا موجودون وسنظل هناك دائما كما كان لي الحال بالنسبة لاخواننا في مالي وبوركنا والنيجر نحن فقط من يستطيع ايجاد الحلول لمشاكلنا موقفنا واضح مواجهة مشاكلنا بحلول شعوبنا كشف الانقلاب في النيجر عن اتساع التباين في المواقف الامريكية والفرنسية بمنطقة الساحل مع ابداء واشنطن تحفظها بشأن تدخل العسكري المحتمل ضد نيامي في مقابل الدفاع الفرنسي او دين دفاع فرنسي معلن لدعم الخطوة تباين يؤكده توجيه واشنطن انتقادا للمقاربة الفرنسية في مواجهة التهديدات الامنية بالمنطقة باقتصارها على المعالجة الامنية منذ الوهلة الاولى للطاحة بالرئيس محمد بازوم بدى التباين في المواقف والرؤى واضحا بين واشنطن وباريس ازاء المستجد في نيامي رغم التوافق على رفضه والذي كان هو الاخر بلهجة متباينة بين الاثنين فبين من دفعت فرنسا وتبنت خطابا تصعيديا بلغ حد اعلان استعدادها التدخل عسكريا لحماية ما قالت انه مصالح فرنسية في النيجر كان الموقف الامريكي اكثر رصانة واتزانة حيث ابقت واشنطن على باب حل الازمة دبلوماسيا مواربة وان عبرت عن دعمها لقرارات مجموعة اكواس بخلاف فرنسا التي بدت محرضة لدول المجموعة على شن عملية عسكرية في النيجر في اقرب وقت ممكن تحريض الملابث انخفت حدته بعدما رمت الولايات المتحدة الامريكية بثقالها الدبلوماسي عندما تواصلت مباشرة مع سلطات الامر الواقع في النيجر ودعتها الى ضرورة عودة المصاري الدستوري دون وصف ما حدث بالانقلاب اختلاف في وصفة الحل يعزوه متابعون لشؤون منطقة الساحل الى اسباب ومعطيات كثيرة اولها الغيظ والحصرة الذين الما بفرنسا عقب خسارة نفوذها وحضورها العسكري في كل من مالي وبوركنافاسو تواليا وفي فترة متقاربة وهو ما لا تريد ان يتكرر في النيجر باعتبار انه اضحى مرتكزها العسكرية في قلب منطقة الساحل نهيك عما يمثله قطاع التعدين في هذا البلد من مسألة حيوية لفرنسا على النقذ من ذلك يرجح متابعون استفادة الولايات المتحدة الامريكية من تجربة الفرنسية الفاشلة في كل من مالي وبوركنافاسو ورغبتها في تلافي تبعات تدخل عسكري في النيجر قد يدخل المنطقة برمتها في حالة اضطراب وانفلات امني يعلم صناع القرار في البيت الابيض ان القارة والعالم في غينا عنه في ظل الحرب في اوكرانيا وهما يمكن ان يفسر ايضا جنوح واشنطن في السنوات الاخيرة نحو مقاربة التنمية في القارة الصمراء بدل المقاربة الامنية كسابين لمواجهة الجماعات المسلحة وكذا النفوذ الصيني والروسي المتزايد وهو ما تجلى في القمة الامريكية الافريقية نهاية السنة الماضية والتي حضرها قادة 49 دولة افريقية وتعهدت خلالها ادارة بايدن بتخصيص مليارات الدولارات للتنمية في هذه الدول استراتيجية قد تضع نهاية لنفوذ الفرنسي في المنطقة على المدى المتوسط لكنها لا تضع بالضرورة نهاية لصراع المصالح بين القوى الدولية فيها في شأن اخر تعتزم ولاية بومرداس الجزائرية وناظرتها بوجدور الصحراوية تجديد التوقيع على اتفاقيات التعاون والشراكة التي تربط بين الولايتين ووصل وفد من ولاية بوجدور يرأسه الوالي الديه محمد شداد فجر الأحد إلى ولاية بومرداس الجزائرية لتجديد اتفاقيات الشراكة والتعاون التي تربط والولايتين وتهدف إلى توطيد علاقات الصداقة بين الشعبين الجزائري والصحراوي بالإضافة إلى تبادل الزيارات والاستفادة من الخبرات طالبت منظمات حقوقية دولية سلطات المغربية بالإفراج عن ناصر الزفزافي الذي يقضي عقوبة بالحبس عشرين عاما بعد قيادته حركة الريف شمالي المملكة عام الفين وستة عشر وقالت خمس منظمات حقوقية دولية بينها تطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن ناصر الزفزافي ووقف اعتقاله الجائر في المغرب بشيرة إلى نهو بحسب مصادر مقربة منها تستمر صحة الزفزافي في التدهور بالسجن ووقع على البيان كل من منظمات فريدوم هاوس والعفو الدولية ويومن رايسووتش ومركز ضحايا التعذيب ومشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط في ليبيا بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي لحد مع الرئيس الجديد للمجلس الأعلى للدولة محمد تكالة مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد جاء ذلك خلال زيارة ناجرها المنفي لمقر المجلس الأعلى للدولة بطرابلس مهنئا تكالة بمناسبة انتخابه رئيسا للمجلس ووفق بياد المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة فإن اللقاء تناول تطورات العملية السياسية في ليبيا ونتائج أعمال اللجنة المشتركة 6 زي 6 وسبول البناء عليها لإيجاد حلول تضمن استمرار الاستقرار في البلاد وتعزيز مشروع المصالحة الوطنية للوصول إلى الانتخابات في أقرب الأجال هذا وأكد رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا محمد تكالة أهمية دور الأحزاب في العملية السياسية باعتبارها الأساس في العملية الديمقراطية والداعمة للمسار الانتخابي جاء ذلك خلال استقبال تكالة لحد رئيس الحزب الديمقراطي محمد سوان في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس جدد المجلس الرئاسي تأكيد ارتزامه بمشروع المصالحة وتمكين الشباب عبر تعزيز دورهم في إنهاء الانقسام الداخلي في ليبيا المجلس الرئاسي في بين الله بمناسبة اليوم العالمي للشباب أكد أن رحلة نحو المصالحة تتطلب جهدا جماعية لمعالجة المظالم التاريخية وتجاوز الانقسامات وتعزيز التفاهم بين المجتمعات المختلفة ولفت المجلس إلى دور الشباب الليبي في دفع عجلة المصالحة وتعزيز التماسك الاجتماعي وجعل ليبيا موحدة ومزدهرة في موضوع آخر أكد رئيس التونسي قيسس عيدا لدى بلادها الكثير من الثروات مشددا على ضرورة رفع التحديات حسب قوله الرئيس التونسي أكد أن منطقة برجة تومي بطبرطبة بمناسبة العيد الوطني للمرأة والإشراف على تأسيس أول شركة أهلية فلاحية نسائية أكد ضرورة العمل بشكل جماعي للتصدي لشبكات إجرامية التي تسعى بكل الطرق إلى تأجيج الأوضاع وفق قوله هم الأولى بالأرض وتابع الإراض موجودة الثروة الطبيعية وموجودة تونس تعج بالخيرات وبالثروات وبالقدرات النسائية مطمور رومة وتكفينا تكفي قادرين ولكن اللوبيات التي تعمل في الخفاء اليوم يكفيها من العبث بقوت المواطنين تونس للتونسيين والتونسيات ليس اللوبيات التي تعمل في قوت التونسيين كما نرى في اليوم الخبز متوفر ولكن للأسف يحبوا أجه الأوضاع وهذا معلوم من قبل الشعب التونسي واللي يتأكد الشعب التونسي وأنه الناس اللي بشمس بالقوت متاعه روما يشقدوا خارج الحساب المواصلين حربنا ضد الفساد وحرب ضد الناس اللي قاعدين يحاولوا جوعوا الشعب التونسي والتخطيطات القايمين بيئة والمخططات اللي موجودة مفضوحة وأصحابها معلومة الرئيس التونسي أكد أن كل من يعطل مصالح المواطنين ويرتم في أحضان شبكة الإجرامية يعتبر شريكا لها في الإجرام ويتحمل مسؤوليته قائلا إن شعب ينتفض وعلى الإدارة أن تكون في حجم المسؤولية هناك من يعمل على التعطيل داخل الإدارة حتى تبقى الأوضاع على ما هي عليه وحتى يبقى هؤلاء الذين يعملون على تجويع الشعب وهو من يحطي لديهم على أملاك الدولة الملكية بيش تبقى للدولة ولكن الدولة اللي يجب أن تكون في خدمة المجتمع وتوفر لهم الوسائل والإمكانيات لتخليهم يخدموا موجودة الثروة الطبيعية وموجودة تستعج بالخيرات وبالثروات وبالقدرات النسائية في موضع آخر فادت وسائل إعلام في السودان لحد بوقوع اشتباكات عنيفة بين قوات طرفي النزاع في البلاد بثلاث مناطق وقال شهود عيان لوكلة سبوتنيك إن اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع وقاعت في محيط سلاح المدرعات جنوب العاصمة الخرطوم وأضافوا أن الجيش السوداني قصف بالمدفعية موقعا لقوات الدعم السريع في مدينة أومدرمان بينما يستمر القتال بين الجانبين في مدينة نيال عاصمة ولاية جنوب دارفور لليوم الرابع على التوالية هذا وتعقد القوى السياسية المدنية في السودان الموقع على الاتفاق السياسي الإطاري لإثنين اجتماعا بالعاصمة الإثيوبية وأكد القيادي بقوى الحرية والتغيير طه عثمان أن اللقاء سيبحث سبل إنهاء الاشتباكات والحث على ضرورة الاستجابة الإنسانية مع الحاجة لعملية سياسية تضم كل القوى في البلاد للتوصل إلى حل يضمن بناء جيش بقيادة موحدة من القوات المسلحة والدعم السريع والحركات المسلحة هذا ودعت مسؤولة أممية رفيعة طرفي النزاع في السودان إلى وقف القتال وتغريب المصلحة العليا للشعب السوداني وتحدثت إدمو سورنو مديرة قسم العمليات والمناصرة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في حوار مطول مع أخبار الأمم المتحدة عن الجهود التي تبذلها الهيئة لمساعدة ملايين السودانيين الذين تدهورت أوضاعهم المعيشية منذ اندلاع صراع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في الخامس عشر أبريل الماضي مشيرة إلى أن النازحين واللاجئين يرغبون في العودة إلى منازلهم لممارسة حياتهم الطبيعية كانت الخرطوم مكانا للراحة نذهب إليه للاستجمام لكن مع ذلك يطلب الناس في الخرطوم الآن المساعدة تحدثت أيضا إلى المستجبين للطوارئ الأشخاص الذين يتعاملون مع المياه والصرف الصحي والمرافق الصحية والغذاء في الخرطوم وسألتهم كيف يبدو يوم في حياة إنسان في الخرطوم فقالوا إنه أشبه بكابوس مستمر لأنك لا تعرف ما إذا كنت ستحتجز من طرف أي من الجانبين أنت لا تعرف ما إذا كنت ستختفي لكنهم يواصلون المضي قدما لأنهم مصممون أكثر من أي وقت مضى في مواجهات كل ذلك على تقديم المساعدة الإنسانية ارتفعت أسعار والوقود في السودان بنحو 17% بسبب الحرب الدائرة في البلاد بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ 15 أفريل الماضي وزارة الطاقة والبترول السودانية أصدرت تعليمات لمحطات الوقود برفع سعر البنزين إلى 630 جنيها سودانيا لليتر الواحد بعدما كان سعره 590 جنيها في السابق سيارات عديدة متوقفة على قارعة الطريق في شوارع السودان هذا الشارع الرئيس كان يعرف في السابق زحمة سير خانقة الآن الكثير من السائقين يفضلون ركن سياراتهم والتنقل سيرا على الأقدام أو بوسائل نقل أخرى بسبب ارتفاع أسعار الوقود إن زيادة سعر الوقود ليست بالأمر الجيد وستؤثر على عملنا وبالطبع لن يكون الزبائن سعداء عندما نزيد الأسعار لتغطية التكلفة المرتفعة أتمنى أن تراجع الحكومة هذا القرار الزيادات ليست معقولة ولا يزال هناك نقص نحن نقف في طوابير لمدة تصل إلى يومين للحصول على وقود يكفي ليوم عمل واحد فقط وهذا سيعقد الوضع أكثر ويخلق أزمة ثاني زيادة في أسعار الوقود خلال عام تأتي هذه المرة وسط سراع مسلح بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع تزامنا وتدني قيمة سعر الجنيه السوداني الأمر الذي صعب على المتداولين والحكومة على السواء الاسترادة من السوق العالمية في ظل الارتفاع المتتالي لسعر الدولار مقابل العملة المحلية إذا أدت الزيادة في الأسعار إلى وفرة المنتجات وإنهاء الندرة فسيكون لذلك نتائج إيجابية على السلع الأساسية مثل الوقود وستتم معالجة الأثار من خلال زيادة الإنتاج حيث إن الوقود هو أحد مواد الإنتاج الرئيسية في قطاعات مثل الزراعة والتعديم من المتوقع أن تتسبب الأسعار الجديدة في ارتفاع تكلفة المعيشة بالسودان وهو ما سيحتم على الحكومة برأي مراقبين مراجعة الزيادات الجديدة بالنظر إلى الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها زاد من ثقالها صراع مسلح تحول بمرور الأسابيع إلى حرب مفتوحة تجر سودان نحو أزمات متعددة أعلنت سلطات جزيرة ماوي بولاية هاويل أمريكية ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات في الجزيرة إلى 93 وفاتا ما يجعل حرائق الغابات هذه الأكثر فتكا في الولايات المتحدة منذ أكثر من قرن وقالت السلطات إن عدد الضحايا مرشح لارتفاع مع تواصل عمليات التمشيط التي تجريها في رقوى البحث مستعينة بالكلاب المدربة في أطلال بلدة لاهاينالوس الساحلية وترتكز جهود الإغاثة بشكل أكبر بعد أربعة أيام على اندلاع حريق سريع الانتشار في البلدة التاريخية دمر المباني وصهر السيارات هذا وقدر مركز الكوارث في المحيط الهادي بالولايات المتحدة الأمريكية تكلفة إعادة إعمار جزر هاويل أمريكية بعد حرائق الغابات المدمرة بأكثر من 6 ملايير دولار وظهرت خرائط تقييم الأضرار لحرائق الغابات في مقاطعة ماوي احتراق وتضرور أكثر من ألفين مبنى في حريق لاهاينة بينما تعرض إجمالي ثلاثة آلاف مبنى للاحتراق في مقاطعة ماوي هذا وعرب رئيس الجزائري عبد المجيد تبون لنظيره الأمريكي جو بايدن عن خالص يتعازي والمؤساة جراء حرائق الغابات الأخيرة التي اشتاحت جزيرة ماوي الأمريكية الرئيس تبون في رسالة التعزي التي بعثها إلى الرئيس بايدن أكد تضامن الجزائر شعبا وحكومة مع الولايات المتحدة في هذه الظروف الألمة متمنيا الشفاء العاجلة للمصابين أكد رئيس الجزائري عبد المجيد تبون تضامن الجزائر مع الشعب الصيني إثر الفيضانة والانهيارات الأرضية التي شهدها شمال الصين الرئيس تبون في رسالة تعزية بعثها إلى الرئيس الصيني شي جينبينغ عرب لنظيره الصيني عن مواساته جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية في شمال البلاد التي خلفت العديد من الضحايا بين قتل ومصابين ومفقودين متمنيا الشفاء العاجلة للجرحة هذا وارتفعت حصيلة الضحايا جراء انزلق للتربة ناجمة عن تساقط عن طار غزيرة شمالي الصين إلى 21 قتيلا على الأقل وأكد مكتب إدارة الكوارث في مقاطعة شيان الأحد انتشال 21 جثة بينما ما يزال ستة أشخاص في عداد المفقودين وأفادت إذاعة سي ان ار الوطنية في الصين بأن فيضانات في جبال قرية وي جيبينغ جنوب شيان أدت إلى انزلق للتربة الجمعة جرف معه منزلين وألحق أذرارا بطرقات وجسور وإمدادات للطاقة وغيرها من البناء التحتية قتل 55 شخصا على الأقل جراء أمطار غزيرة وانزلقات للتربة تشهدها مناطق في بنغلاديش منذ أسبوعين وأعلنت الحكومة في ذكاء الأحد أن الفيضانات والانزلقات الأرضية تسببت في مقتل 21 شخصا في كوكاس بازار وتسعة عشر شخصا في شيطا جونغ وعشرة آخرين في باندرابان وخمسة في رانجاماتي وأن الكارثة أضرت بأكثر من مليون شخص في المناطق الأربع منذ بداية الشهر الجارية أجلت السلطات الروسية أكثر من ألفي شخص في مناطق متضررة من الفيضانات التي يشهد إقليم بريموريسك في أقصى شرق روسيا وذكرت وزارة الطوارئ الروسية في بيان أنه جرى إجلاء أكثر من ألفي شخص ضمنهم أكثر من أربعمائة طفل في المناطق المتضررة من الفيضانات بالإقليم وفادت الوزارة بأن المياه غمرت أكثر من أربعة ألاف مبنى سكني وأكثر من خمسة ألاف قطعة أرض وعشرات الطرق تعيش عدة دول عربية من ضمنها فلسطين والأردن العراق تحت وطأة موجة حر استثنائية وتشهد الأراضي الفلسطينية موجة حر استثنائية وفق الأرصاد الجوية الفلسطينية التي توقعت ارتفاع درجات الحرارة بالأراضي المحتلة إلى مستويات أعلى من معدلها السنوي بنحو ثماني درجات مئوية في حين حذرت دائرة الأرصاد الجوية الأردنية من خطورة التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر في ذلك تأثر المملكة بموجة حر لم تشهدها منذ أكثر من عشرة أعوام أما في العراق فقد أعلنت بعض المحافظات تعطيل العمل الرسمي وتقليل ساعات العمل في بعض المرافق الحكومية بسبب ارتفاع درجات الحرارة في معظم مدن البلاد تواصل إذن الظواهر والمناخية المتطرفة اجتياح العالم منذ بداية موسم الصيف الجاري عبر كوارث مدمرة مخلفة المئات من القتلى وملايين المتضررين عبر القرات الخمس في ظل إخفاق الحكومات في توصل إلى إجماع عالمي لمكافحة الاحتباس الحراري والحد من تدعياتها التغير المناخي إلى أين؟ انشغال بات الأبرز عالمياً في ظل عجز الخبراء عن إيجاد حلول أعلمية لظاهرة تتفاقم تأثيراتها يوماً بعد آخر أما الحكومات فقد أدركت أن الأوان قد فات وها هي تحاول الخروج بأقل الخسائر وسط فشل رسمي للوصول إلى تحرك جماعي وعالمي لمكافحة الاحتباس الحراري نحو مئة قتل إثر حرائق ماهولة حولت إحدى مدن هواي إلى رماد في كارثة وصفت بالأسوأ في تاريخ الأرخابل الأمريكي وسط توقعات بالعثور على المزيد من ضحايا النيران التي أتت على نحو ألف مبنى وشردت الألاف غير بعيد عن الولايات المتحدة شهدت الجارة الشمالية حرائق اعتبرت خامس أكبر ملوث في العالم حيث تسببت في انبعاث نحو مليار طن من ثاني أكسيد الكربون فيما أبقت كندا على حالة التأهب القصوى بسبب تحذيرات من موجة حر محتملة لتفادي وقوع خسائر أكبر بعدما أتلفت الحرائق أكثر من 13 بليون هكتار من المساحة الغابية يبدو أن التطرف المناخي لن يفلت القارة الأسيوية بسهولة فقد شهدت خمس دول هناك دمارا واسعا بسبب الأعاصر والفيضانات التي قضت على عشرات الأشخاص في الصين كما أدت إلى توقف حركة سير القطارات وألحقت أضرارا جسيمة بالبنى التحتية وشبكة توزيع الكهرباء أما روسيا فقد أعلنت حالة الطوارئ في عدة مناطق بسبب الإحصار خانون الذي عزل 32 منطقة سكنية وسط مخاوف من تفاقم الوضع إثر استمرار الأمطار حتى منتصف الأسبوع صيف 2023 حطم الأرقام القياسية إثر موجة حر غير مسبوقة كانت أوروبا وإفريقيا أكثر المتأثرين بها بعد تخطيها مستويات الخمسين درجة مئوية تحت الظل مسببة موجة حرائق أتت على ألاف الهكتارات بينما أضحت جميع مناح الحياة شبهة معطلة بفعل تسجيل العالم جويليا الماضي أكثر الشهور حرارة على الإطلاق قتل أربعة أشخاص على الأقل وأصيب خمسة آخرون لحد في هجوم مسلح يسادف مزارا دينيا في مدينة شراز جنوب إيران وفدت وكالة الأنباء الرسمية إيرنا بأن إرهابيين حاول اقتحام المزار إلا أنهما فوجئ بمواجهات مسلحة مع القوات الأمنية ما أدى إلى مقتل أحد المهاجمين فيما تمكن الثاني من الفرار أعلن وزير الداخلية الأوكراني إيغور كليمنتكو عن مقتل ستة أشخاص ضمنهم رضيعة في قصف روسي الأحد يسادف منطقة خرصا جنوبية أوكرانيا الوزير الأوكراني أوضح في منشور عبر تطبيق تيليجرام مع أن أربعة أشخاص من عائلة واحدة قضوا في قرية شيروكا بالكا جراء قصف مدفعي روسي وأن شخصين آخرين قتل وأصيب ثالث بجروح في قرية ستانيزلاف أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير مسيرات أوكرانية جديدة في سماء مقاطعة بيلغورود في الرابعة خلال 24 ساعة الأخيرة وزارة الدفاع الروسية ذكرت في بين الله أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية رصدت ودمرت المسيرة فوق أراضي بيلغورود دون وقوع إصابات أو أضرار وكانت الدفاع الروسية أفادت بإسقاط مسيرتين أوكرانيتين في بيلغورود وأخرى في كوريسك الأحد وذلك بعد اعتراض مسيرة في أجواء المنطقة مساء السبت وضعت قوات حرس الحدود الأوكرانية لفتة جديدة على جزيرة الأفع السبت في شارة منها إلى استحواذها عليها مجددا وفي مقطع مصور عبر فيسبوك نقله قائد قوات حرس الحدود سيرغي دينيكو يظهر رجلا يرتديزيا عسكري أمام عمود يحمل ألوان الرأي الأوكرانية يتوعد بتثبيت لافتة في شبه جزيرة القرم عاد أفراد الجيش الأوكراني وحرس الحدود بدعم من جهاز المخابرات العسكرية التابع لوزارة الدفاع العدالة التاريخية لقد قمنا بتثبيت علامة الحدود على جزيرة الأفع تم تدمير العلامة السابقة من قبل المحتلين في غزوهم الشامل شرعة أوكرانيا التي تسعى إلى فتح ما تقول إنها طرق ملاحية آمنة إلى البحر الأسود في تسجيل السفن الراغبة في استخدام الممر الذي أعلنته الأسبوع الماضي ووفق ما أعلنته وكلة الأنباء الأوكرانية فإن الممر سيسمح بمحار سفن الشحن المحاصرة في موانئها دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل وسيكون الممر متاحا في بادي الأمر على الأقل لسفن مثل سفن الحاوية العالقة على أن يتوسع ليشمل سفن أخرى في مرحلة لاحقة في شأن آخر فضت محكمة الاستناف في فرسايا الفرنسية لحد طلب الإفراج عن الشرطي المتهم بقتل الشاب نائل المرزوجي في مدينة نونتير بالضحية الغربية لباريس في السابع والعشرين أجوان الماضي وأكدت غرفة التحقيق بالمحكمة في بيان لها أنها ستبقي ضابط الشرطة الجاني رهن الاعتقال لاستجابة لطلب مكتب المدعي العام وقضى نائل برصاصة في الصدر اطلقها الشرطي المذكور من مسافة الصفر في أثناء عملية تدقيق مروري في ضاحية نونتير ووجهت إلى الشرطي الموقوف البالغ من العمر ثمانية وثلاثين عاما تهمة القتل العمد القى وزير الدولة الفرنسي لشؤون البحار إيرفي بيرفيل باللوم على مهربية البشر بعد مقتل ستة أشخاص في انقلاب قارب مهاجرين كان يحاول عبر القناة من فرنسا إلى بريطانيا في وقت مبكر السبت وقال إيرفي للصحفين في ميناء كالي شمالية فرنسا إن غرق هذا الزورق مأساة إنسانية مروعة متعاهدا ببذل المزيد لملاحقة المهربين المجرمين الذين يرسلون المهاجرين إلى حدفهم على حد تعبيره أولا غرق قارب المهاجرين مأساة إنسانية مروعة وبينما نحزن على هؤلاء الضحايا اليوم تقع على عاتق المتاجرين بالبشر المجرمين مسؤولية إرسال الشباب والنساء والبالغين إلى الموت على هذه الطرق البحرية الخطيرة والمميتة نحن نتتبع هؤلاء المهربين ونتتبع هؤلاء المجرمين الذين لا يهتمون إلا بالمال فقط مستغلين أوضاع الأشخاص اليائسين لهذا السبب بفضل عمل السلطات الفرنسية تمكننا من تقليل عدد القوارب الصغيرة بنسبة 30% وسنواصل أعلنت الشرطة الإسبانية لحد تفكيك منظمة إجرامية هربت مهاجرين سوريين من لبنان إلى إسبانيا وألمانيا والنرويج عبر ثلاث قارات وقالت الشرطة في بيان إنها فككت في إسبانيا البنية الأوجيستية لمنظمة إجرامية متخصصة في تهرب المهاجرين السوريين وذلك بالتعاون مع يوروبول والشرطة الفيدرالية الألمانية ووقفت الشرطة الإسبانية 19 شخصا للاجتباه في انتمائهم إلى منظمة إجرامية والظلوع في الهجرة غير الشرعية فيما تم وضع ستة منهم في الحبس الاحتياطية عبر طريق الهجرة الذي يشتاز إفريقيا وآسيا وأوروبا واستلام عشرين ألف يورو من كل مهاجر كانت للشبكة الإجرامية تحالفات في كل بلد من بلدان الطريق مع منظمات إجرامية أخرى مما سمح لها بالحصول على ربح اقتصادي قدره مليونين ونصف مليون يورو كانت هناك سبعة إدخالات وتسجيلات في كوينكا وتوليدو وجرى حدز ما يقارب عشرة آلاف يورو نقدا بالإضافة إلى أجهزة إلكترونية وهواتف محمولة ووثائق مختلفة وتم اعتقال 19 شخصا ستة منهم رهن الحبس الاحتياطي نددت وزارة الخارجية الصينية لحد بزيارة قصيرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية أجراها ويليام لاي المسؤول الكبير في طيوان الصينية وقالت إنه انفصالي ومثير للمشاكل دائما وفي بيان صدر بعد وقت قصير على وصول طائرة لاي إلى نيويورك في رحلة اعتيادية من طيبي قالت وزارة الخارجية الصينية إنها تعارض زيارة الانفصاليين المؤيدين لاستقلال طيوان إلى الولايات المتحدة أيا كانت طبيعتها مشهرة إلى أن الصين تتابع وتطورات عن كثب وأن بكين ستتخذ خطوات قوية لحماية سيادتها الوطنية وسلامة أراضيها أعلنت شرطة الباكستانية لحد عن اعتقال 12 مسلحا من العناصر الإرهابية خلال عمليات أمنية نفذتها في مناطق مختلفة من إقليم البنجاب الشرقي وأوضحت وحدة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة في بيان لها أن العمليات جرى تنفيذها بناء على معلومات استخباراتية رصدت نشاط العناصر الإرهابية مضيفة أن قوات الأمن صادرت من بعض المعتقلين أسلحة وذخيرة وعبوات ناسفة وقنابل يدوية في الرياضة تمكن ثنائي الجزائري كوسيلام عمري وصبري مادال من افتكاكي الميدالية الذهبية لثنائي الرجال ضمن الدورة الدولية للريشة الطائرة التي احتضنتها البرازيل الثنائي الجزائري تغلب في المباراة النهائية على ثنائي البرازيلي فابريس سافرياس ودافيد سيلفا بشوطين نظفين ليتمكن ممثلاء الجزائر من تعزيز رصيدهما من النقاط في الترتيب العالمي ما أنعش حضوظهما في التأهل إلى العاب الأولمبية بالعاصمة الفرنسية بريس الصيف المقبل يدخل المتخب الجزائري للكاراتي غمار منافسة البطولة الافريقية المقررة بين الرابع عشر والعشرين أوت الجاري بالمغرب الوفد والجزائري والمكون من ثلاثة وعشرين رياضيا يسعى لتحقيق نتائج إيجابية من خلال مشاركته في ثلاث أصناف هي الأشبال الأواسط والأكابر في ثلاثة وعشرين تخصصا يذكر أن البطولة الافريقية تشهد مشاركة نحو ألف ألف رياضي يمثلون سبعة وعشرين بلدا وستكون نتائجها مهمة من ناحية تصنيف الرياضيين والمتخبات تمهيدا للبطولة العالمية تقدم المدرب روبيرتو منشيني باستقالته من تدريب منتخب إيطاليا بعد مشوار يستمر خمس سنوات هي أو مع الأزوري نجح خلالها في قيادة منتخب بلاده إلى التتويج بلاقب بطولة أوروبا التي أقيمت منتصف عام الفين وواحد وعشرين وتولى منشيني تدريب المنتخب الإيطالي عام الفين وثمانية عشر وقاد الأزوري في إحدى وستين مباراة فاز في سبع وثلاثين وتعدل في خمس عشرة مواجهة وخاسر تسع مباراة وتعرضت مسيرة منشيني إلى هزة عنيفة بعدما فشل في قيادة المنتخب الإيطالي لتأهل إلى نهايات كأس العالم الماضي قطر الفين واثنين وعشرين بهذا مشاهدنا الكرام نسل الختامي النشرة شكرا لتابعة تبقى الروابط الإلكترونية وللقناة في الخدمة إلى اللقاء اشتركوا في القناة